أهلا وسهلا فيكم من جديد في بيت للكل اليوم حبينا نكون موجودين معاكم في تكية إمعلي هاي المؤسسة الغير حكومية غير ربحية والتي تأسست عام 2003 بعد انقطاع دام لمدة عامين بسبب تدبير الوقاية من فيروس كورونا عادت مواقد الرحمن وهالسنة وبهالشهر الفضيل راح تستقبل 1500 صائم كل يوم اليوم راح نروح جولة في تكية إمعلي مع مدير عام تكية إمعلي السيد سامر بلقر لحتى نشوف مع بعض كيف أجواء مواقد الرحمن بتكون خلال هذا الشهر الفضيل من أمام مواقد الرحمن مع عطفة السيد سامر بلقر مدير عام تكية إمعلي برحب فيك وأهلا وسهلا فيك ورمضان كريم أكيد كل عام تبخير رمضان كريم علينا وعليك وعلى جميع المشاهدين إن شاء الله خير وبركة بهاي الأجواء الرحمات الرحمن إن شاء الله أكيد زكاتك بتوصل لكل الأردن شعار حملتكم خلينا نحكي بداية عن هذه الحملة تزامنا مع هذا الشهر الفضيل وبتعرفي في ناس كثير من المزكين يعني بيكون الحوال عندهم ببداية عادة بيكون بشهر رمضان فهو تذكير أنه إحنا موجودين مستقبل أموال الزكاة وأموال الزكاة هي خلان نحكي يعني مورد أساسي من الموارد المالية اللي بتمكننا من العمليات تبعتنا على مدار الثانية بتعرفت تكية إمعلي بالرغم من الأجواء الجميلة اللي حتشوفوها هون بمواقد الرحمن ولكن نحن نشتغل على دعم غذائي مستدام على مدار العام يعني إحنا نقدم الدعم الغذائي الشهري لحوالي 23 ألف أسرة بشكل شهري هذولة بدهم مصادر تمويل يعني فعشان هيك بنقول أو طبعا إحنا نفتخر بتكيتم علي أنه من وين إجاء الشعار أنه زكاتك توصل لكردن أنه إحنا عملياتنا مغطية كل محافظة بالمملكة وكل قضاء ولواء فزي ما حكينا إحنا الأموال الزكا هي من أحد المصادر اللي بيتمويل عملياتنا على مدار الثانية فعشان هيك نقول إحنا زكاتك إن شاء الله بتوصل من الرمثة للعقبة للمفرق لمعان وهذا الخير تبعك بيعون بكل المملكة إن شاء الله فمن هذا المنطلق نقول إحنا زكاتك توصل لكل المملكة نحن هلأ خلينا نروح للواقع شوي نحن هلأ بمرحلة ما قبل نحن بمرحلة ما قبل موعد الإفطار موجودين تحديدا عند موعد الرحمن في العاصمة عمان أمام تكية أم علي وعم نشوف أنه الأشخاص والتحضيرات المتطوعين القائمين الكوادر العاملة في تكية أم علي كله على أهبة الاستعداد بدي أسمع منك أكثر عن موعد الرحمن تحديدا إنه كلنا منعرف إنها انقطعت لمدة عامين بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا شوفي يمكن تكية أم علي وموعد الرحمن صارت يعني من أهم التقاليد العمانية في المملكة الهاشمية الرمضانية طبعا نحن من وقت تأسيس تدقية من 2007، يعني بدأ عمليات 2007، وهو موعد الرحمن قائمة بشكل سنوي ما يميز موعد الرحمن الموقع تبعنا نحن بوسط العاصمة، بوسط البلد عمان، موجود ورانا موقف الباصات اللي بوصل برضو لكل محافظات المملكة، فإحنا واصلين لكل المملكة من خلال وجودنا بهذا الموقع الحمد لله تقريبا بيجي على موعد الرحمن يوميا حوالي ألفين صائم طبعا في عنا موقع للرجال وفي عنا موقع تاني هلأ راح تشوفوه للنساء والأطفال حوالي ألفين صائم يوميا بيجي على موعد الرحمن بالإضافة لذلك احنا كمان منوزع وجبات يومية وجبات إفطار على المحافظات الوسط بالتعاون مع جميعاتنا الشركة برضو حوالي ألفين برضو منوزع نحكي عن أربع تلاف وجبة إفطار حكيتي تعلم تطوعين الجو والتعاون والتطوع الموجود هون هلأ يعني بس تعبّى شوي بتشوفي يعني ناس كثير بالنسبة لهم رمضان ما بزبط زي ما إيجا تطوع يعتبرون جزء لا يتجزأ من تقوسهم يعطيك شعور من الرضا أول شيء المشاركة سنين كنت عم تعمل الخير ثلاثة تشوف هذا الأجواء وهذا التنظيم ولا أجمل بصراحة تكون جزء من هذا التنظيم ليس شيء يعني شيء برضو يعطي رضا عن الذات مية بالمية وجزء من نجاح ونجاح للمتبرع طبعا بعدين هاي مواد الرحمن مفتوحة للجميع ما فيها محتاج يعني أجر تفطير الصائم هو للجميع كلنا نحن نفطر كأسرة أردنية واحدة بغض النظر نحن كموظفي أو مطوعين ستشوف ناس في السيارة يوقع الشر ينزل في السيارة فهو هاي أجواء رمضان وهي أجواء الخير ما فيها ترتيبات وبروتوكولات وكشفات مستحقين مستحقين هذا الشهر شهر الكل سواسية وكلنا نفطر مع بعض أكيد نحن أكيد نحن كلنا أكيد أستاذ سامر إيد وحدة بمملكتنا الحبيبة ويمكن هنا بالختام أحب أسمع منك أكثر ما تحب تحكي لكل شخص يحب يتبرع وكل شخص يحب يكون معطاء إن كان داخل حدود الأردن أو خارج حدود المملكة يعني شوفي هذا العطاء بين الإنسان وربه هذا قرار ذاتي ولكن لما نأخذ قرار العطاء نريد أن نقول له تعال عنها لماذا تعال عنها؟ لأننا إن شاء الله نصل إلى الأسر الأكثر نغطي 12 محافظة كل محافظات المملكة هذا الأثر مستدام بشكل شهري وسنوي غير منقطع غير منقطع نحن ندعي ونطلب أن الناس تتحرع عن إدعاءنا أننا نطبق أعلى درجات الشفافية والحوكمة في عملياتنا والأرش بوصل للمكان الصحي والطريقة الصحيحة وبيحدث الأثر الصحيح على الأسر والموضوع الأكل هو ليس فقط موضوع الواحد يبطنه يعني فيه كثير عوامل بتأثر على الإنسان وخاصة أن تكون أطفال وتعطيه يكون الطرد الغذائي الشهري فيه بسكوت هذا برفع من سوية الاستقرار النفسي عند الطفل موضوع الغيري والحقد على المجتمع حتى الأهل لما يشعر بالسوية يعني إحنا الطرد الغذائي فيه 22 مادة مش بس رز وسكر وزيت عشان فعلاً تحس أنك إنت زيك زي جارتك زيك زي ابن الجيران حتى يعني لما بناءنا على طلب الأسر صلنا نحط لانشون عشان أطفال يأخذوا ساندوش مرتديلة أو لانشون برضو هذا بحس حاله زي وزي نظيره موضوع له عمخ كتير كبير وأبعاد نفسية كبيرة يعني إحنا ما بدنا نقول إحنا بدنا نرفع من سوية المجتمع إحنا بدنا ننزل وإذا منقدر نرفعهم كمان نطلعهم هذا هو اللي عم نحاول نسويه صراحة الله يعطيكم ألف عافية أنا حقيقة كان ونحط لك أونلاين تيو اي دوت جو بقدر يدخل على موقنا الإلكتروني تيو اي دوت جو وأسهل من عمد التبرع عندنا ما فيه بس إنوي وإحنا راح تلاقي طريقة خضرة إن شاء الله بالتبرع جميل جداً وأنا حقيقة اليوم استمتعت بهاي الجولة فتكية إم علي وضو الله يقبل السيامكم يا رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة